هل ساهمت تغييرات كابتن حسين في الشوت الثاني يا سابت في العودة في المباراة؟ طبعاً تغييرات النهاردة كانت هيلة عكس مباراة بوركينة يمكن مباراة بوركينة الشوت الأول كنا هيلين قوي الشوت الثاني مكناش هيل وكنا وحشين النهاردة الشوت الأولاني كنا وحشين جداً الشوت الثاني كويسين جداً بدليل أن المحاولات الشوت الأول انت ما عملتش غير محاولة واحدة الشوت الثاني انت عامل سبع محاولات خلينا نقول برضو أن منتخب غينية لازم نكون عارفين أن فيه فرق كبير جدا ما بين مصر وما بين غينية بيساو غينية بيساو مثلا قمتها التسوية 23.6 مليون يورو ترتبها على العالم 116 مصر قمتها التسوية 107.7 مليون يورو ترتيب مصر على العالم 37 فال37 على العالم بيلعب 116 على العالم فأكيد كان الأفضل أن احنا نكسب بالنسبة لكابتن حسام نجيب حتى نبدأ بالحالات على طول كابتن حسام كان عنده فكرة النهاردة أنا عجبني أنه فيه يعني فيه أفكار فيه أفكار مدرب عمال هو بيحاول بيجرب حتى لو الناس بتنتقده بس هو رايح جاي المتش اللي فات عنده غياب محمد حمدي فرح موظف تريزيجي باكلفت أو ظهيري الجناح ناحية الشمال ولعب بالخمسة تلاتة اتنين المتشدة بدأ بالأربعة اربعة اتنين محمد الشناوي محمد عبد المنع مرامي ربيعة محمد هاني ومحمد حمدي رجع الاتنين اللي كانوا ارتكاز كلنا كنا متوقعين أنه هيبدأ يا بتلاتة يا إما باتنين وقدامهم واحد هو فاجئنا أن الاتنين ارتكاز صراح حمدي فاتح ومروان عطية ونحية اليمين كان زيزو نحية الشمال تريزيجي ومحمد صلاح تحت مصطفى محمد مش على خط واحد بس هي أربعة اربعة اتنين محمد صلاح بيتأخر شوية لو جبنا صراحي أن الشوت الأول كان أول ده الشكل العام ده الاربعة اربعة اتنين بتاعت الشوت الأول ده كان فكره إننا الاتنين اللي قدامهم محمد صلاح ومصطفى محمد نحية الشمال تريزيجي ونحية اليمين مين زيزو دي الاربعة اربعة اتنين هات الصورة اللي بعدها هنا الشكل واضح قوي اربعة اربعة اتنين محمد صلاح جنب مصطفى محمد بتاع منتخب مصطفى زي ما احنا شايفين الاربعة لفوسط الملعب مروان عطية وحمدي فاتحي على اليمين زيزو وتريزيجي طب إيه المشكلة إيه اللي خلى منتخب نصر الشوت الأول يبقى شكل وحش في الكشكل كأداء المشكلة إن ما كانش فيه صناع ألعاب فعلي كان وسط الملعب فاضي تماما كابتن حسام كان معتمد على زي ما احنا شايفين كده ديه في مرحلة البناء يا حمدي فاتحي ينزل يا اما مروان عطية ينزل يرحل في الجابعة بتاعته فتبدأ تعمل تمرير طولي فكنت بتضطر إن انت شغل اسلوب لعب مباشر وده مش لعب منتخب مصر إن أنا أعضاء أرمي تمريرات طولية الأدام وحاول إن أنا اعتمد على الكرة التانية لأ صح كان لازم إن انت تبقى مستحوز وكان فيه مساحة كبيرة حتى محمد صلاح الشروط الأول الناس كانت أو كل الناس شايفة إن محمد صلاح ما كانش في مستوى ليه لأنه هو كان معزول عن الفرقة كان فيه فجوة قوية جدا في وسط الملعب في المساحة اللي ما بين مروان عطية وحمدي فاتحي وما بين خط الهجوم نكمل هات الصورة اللي بعدها هنا بص حضرتك بص البناء بص هنا ملي معك كورة حمدي فاتحي نازل يستلم بص وسط الملعب فاضي خالص ما فيش حد ينزل يستلم حد ينزل ياخد الكورة ويحرك الدنيا عند الخط الامام يبدأ يحرك زميله كمل هنا برضو بص حدك قده بص محمد صلاح فيه محمد صلاح هو بيحاول في الهافز بيزيز ويخش وتريزيجي يخش في عمك الملعب ومحمد صلاح بيبقى تحت مصطفى ولكن كانت كلها مع طبعا مع الرتوبة مع ان انت بتلعب في ملعب أرضية ملعب مش أحسن حاجة برضو مرة أعطيك كلم عليها ان الأرضية الملعب ما كانتش حلوة ولكن كل ده برضو مساعدكش ان انت كنت لازم تلعب على الاستحواز أكتر فكمل هات اللي بعدها نفس الفكرة بص هنا الفجوة واضحة جدا في الدقيقة ده في آخر الشروط الأول واضحة قوي يعني ان انت عندك مشكلة في وسط الملعب ان المنتخب كان بيفتقد لي صنع اللعب وهل توظيف محمد صلاح في المكان ده كان غير مفيد محمد صلاح لما شوت التاني بقى ايه اللي حصل وكمان امو كوديف على حاجة واحدة جابتن اسلام على كلام ثابت في الحتة دي ان ممكن فلسفة برضو كابتن حسام اتأثرت لان مصطفى محمد يعني هو ممكن كان عايز يعتمد على فكرة الكرة التانية لا بس خلي بالك هو ما اتأثرتش بدليل طبعا مع الفارق في المستوى اللي هو نزل نفس الشكل بتاع مصطفى نزلش شريف بس اصد ان مصطفى تقريبا ان ده ممكن يكون اول مطش دولي ليه او حاجة زي كده فلكن مصطفى محمد كان ممكن يطلع بالهد احمل الكرة التانية الامور ممكن تكون مساعدتش بالحتة دي فعشان كده الشكل زي برضو ما ثابت بيقول ان هو كان عنده فكرة وما فيش خالص في الشوت الاول تعال بقى الشوت التاني هنا كابتن حسام تحساب له بقى زي ما احنا بننتقده بنشيد بالتغيرات المطش اللي فات التغيرات ما كنتش كويسة وتأخر في التغيرات المطش ده هايل في التغيرات ليه عمل افكار جديدة وحلوة في الشوت التاني 4-2-3-1 على طول مين يقول ان المدرب هيفكر ان هو يلعب احمد سيد زيزو باكرايت فدي تحسب للكابتن حسام وكانت هايلة هايلة منه ليه اه شوفنا الحقيقة تغير هايلة احمد سيد زيزو عمل مطش ممتاز النهاردة صحيح معدل جاري كويس جدا وخاصة ارجع بس الصورة اللي قبلها هنا بص هنا ال 4-2-3-1 نزول امام عشور وانا برضو بقول احد الاعلامين اللي بيطلع دايما ينتقد امام عشور وبرضو احد الصحفيين يعني معايا تصريح ليه مثلا كتب على صفحته كتب ايه حسام حسن عاقب امام عشور باستبعاده من مواجهة غنيا بساو بعد رفضه مصافحة الجهاز الفني بعد استبداله في مباراة بوركينا طفين الكلام ده ما احنا شوفنا امام نزل والناس اللي بتقعد تتكلم على امام انه هو ملعبوش ومش ملعبوش يعني انا مش عايز برضو اذكر اسمها ولكن امام نزل الشوت التاني قلب المطش طبعا يعني امام يا جماعة نزل الشوت التاني تحس ان الاثنين اللعيبة اللي تقال في المنتخب محمد صلاح وامام عشور في الشوت التاني يليهم زيزو مثلا يعني اللي هو اللعيب اللي تحس بخطورة في رجله تريزي جيه اه كان مرهج شوية او ما كانش في حالته قوي ولكن اللي كان تحس انه عنده لمسة امام وصلاح صلاح اه الشوت الاول ما كانش موجود لكن الشوت التاني بيجيه اللعيب زي صلاح ده ممكن بلمسة واحدة تلاقي بيجي بجوان صحيح فمثلا يعني بنقول للصحفيين وبعض الاعلاميين اللي دايما مستقصدين امام عشور منذ رحيله منذ رحيله من نادي الزمالك وانتقاله من نادي الاهلي يعني امام عشور لعيب كبير وهو واحد من احسن اللعيبة في مصر الاراق دي مش هتقصر فيه واي يمدرب حيضطر ان هو يلعب لعيب زي امام عشور فنتمنى البعد عن امام عشور لان احنا هنرصد هنا كل حاجة يعني كل حاجة بتترسل طبعا امام عشور زي ما حداك شايف الضغط بقى الشوت التاني الضغط بتاعك تحسن وده اللي فرق انت برضو كان معلش برضو كابتن حسان في مباراة بوركينا عمل غلطة ايه هي ان هو بدأ ضغط عالي طوال الماتش فجينا وقعنا بدنيا ان الشوت التاني الشوت ده الماتش ده احسن شوية ان هو نزل قسم الماتش فكان فيه تأسيم في الضغط خاصة ان انت بتلعب في اجواء زي ده وملعب صعب بص هنا الضغط هنا الضغط بمحمد صلاح وقفة اللي هم الاتنين اللي قدام مع الاتنين المساكين وامام عشور هو اللي صنع العاب وواحد نحية اليمين وواحد الشمال فهنا الشوت التاني لا تدخل بالتغييرات بصورة ممتازة حتى لما نزل نصر ماهر يعني لما ودى زيزو انا عجبني بصراحة تغييرت ان هو ودى زيزو نحية اليمين ولعب نحية اليمين كان هايل جدا تغييرت برضو امام عشور نزل قلب الماتش نصر ماهر زي ما بنشيد بالعابة الاهلي برضو العابة الزمالك عمل ماتش كويس سواء زيزو او نصر ماهر برضو لما نزل حسنا ان هو برضو فرق وعمل وكان ممكن يبقى فيه السست كانت الناس كلها هتشيد بتجارات كابتن حسام لو نصر ماهر كرة صلاح دي كانت جاد في الاخر كل الناس كانت هتشيد بالكابتن حسام فهنا لازم نديله حقه زي ما بنقول ان هو بدأ مش كويس او الشوت الاول ما كناش موفقين الا ان التغييرات كانت كويسة الماتش اللي فات تغييرات الكابتن حسام ما كانتش حلوة في ماتش بوركينا الماتش ده حل